صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدين ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي فارع الجزيرة طبعا هكون متواجدة معاكم لتغطية يعني آخر الأخبار سواء كرة القدم أو الألعاب الأخرى أو الأنشطة طبعا المختلفة هبدأ أكيد بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة طبعا مارسيل كولر خلاص يعني اختتموا بالفعل يعني تدريباتهم استعدادا لمباراة اليوم يعني مباراة أمبي اختتموا طبعا التدريبات أمس على ملعب مختار التيتش استعدادا لمواجهة اليوم على ستاد القاهرة الساعة 9 ونصف مساء ضمن طبعا منافسات الدوري الممتاز وأكد طبعا يعني الفريق أنه بيسعى لتحقيق الثلاث نقاط اليوم لضمان طبعا وجوده في صدارة جدول الترتيب كمان عقد يعني السويسري مارسيل كولر جلسة ومحاضرة فنية مع لعبين من أجل الحديث عن مباراة اليوم وضيورة طبعا إغلاق صفحة خلاص دوري أبطال أفريقيا والتركيز فقط في الفترة القادمة على مباريات الدوري كمان يمكن فيه حديث كمان مع مارسيل كولر ويعني أحمد أبو عبلة دكتور الفريق للإطمئنان طبعا على جميع اللعبين قبل الوداد المغربي في بطول الدوري أبطال أفريقيا خليني كمان يعني أوضح وأقول يعني يا كريم ويا نهواند أن مباراة اليوم ومباراة أو مباراة الدوري يعني القادمة مهمة جدا للحفاظ على صدارة الدوري ماتش النهاردة هيكون ضمن ثلاث مباراة في الدوري خلال أسبوع الأسبوع النهاردة أمبي يوم الجمعة طلاع الجيش ويوم الاثنين تسعة وعشرين مايو أمام سيراميكا كيليوباترا كل دي طبعا ماتشات مهمة جدا ويجب حسمها قبل طبعا خود ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة أن يعني آخر مباراة للفريق حقق فيهم عشر آخر خمستاشر يعني مباراة حقق فيها عشر انتصارات وتعايده الوحيد وبإذن الله طبعا نحافظ على صدارة الدوري ونحقق الثلاث نقاط النهاردة في مباراة اليوم نروح لرجال كرة السلة طبعا يعني بعد ما نجح الفريق في التأهل لنصف نهائي بطولة البال لكرة السلة التي تقام برواندا الفريق اختتم استعداداته الأخيرة لمواجهة استعد مالي غدا في نصف نهائي البطولة وفي حالة طبعا الفوز هيتأهل رجال سلة الأهل للنهائي وهيكون قريب جدا من التتويج بالبطولة الحقيقة يعني رجال السلة عاملين موسم قوي جدا كل التوفيق طبعا لرجال السلة في بطولة البال ويحققوا يعني التتويج الحقيقة معايا خبر النهاردة بقى مهم جدا يعني متعلق يمكن بفرع التجمع الخامس اللي خلاص يعني افتتاحه هيكون يوم واحد ستة عايزين نأكد أن لجنة العضوية برئاسة طارق أنزيل عضو مجلس الإدارة يعني هتعقد اجتماع غدا لاستقبال الراغبين في الاشتراك في الفرع الجديد وده هيكون متواجد في الفروع التلاتة بالتناوب طبعا يعني بالتوجيه طبعا من كابتن محمود الخطيب لتخفيف العب على الراغبين في الاشتراك في الفرع الجديد كمان عايزين نأكد أنه خلاص يعني الفرع بيشهد الرتوش الأخيرة اللي افتتاحه يوم واحد ستة ومن المتوقع طبعا أنه هيكون افتتاح كبير جدا يليق باسم النادي الأهلي ويليق بجمهير القلعة الحمراء خليني سريعا طبعا نقل لكم أجواء النادي هنا يعني فرع الجزيرة يمكن كالعادة ممكن الشمس تكون طالعة زيادة النهاردة ولكن الأجواء جيدة جدا الأعضاء متواجدين يمكن منذ ساعة تقريبا منهم طبعا بيتناول وجبة الإفطار منهم اللي بيشتغل على اللابتوب بتاعه ومنهم اللي موجود طبعا عائلة متاظرين أولادهم يعني يروحوا لمعاد التمرين بتاعهم يعني نقدر نقول أنه فيه عدد جيد جدا هنا في النادي ويمكن الكل مستمتع أكيد بالأجواء هنا يعني التزاحم يمكن شوية النهاردة النادي زحمة شوية فدي كانت كل الأخبار المتعلقة طبعا بالنادي هنا فرع الجزيرة بشكركم وعودة لكم مرتين أخبار زي الفل الحقيقة بنشكرك عليها شكرا جزيلا زمنتنا العزيزة روزان نصر ترجمة نانسي قنقر